اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين في البداية شيخ محمد اي حكم التدخين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار إلى يوم الدين التدخين عادة سيئة محرمة في الشر الإسلامي ليه الشريعة قالت أن التدخين حرم أو ليه ربنا حرم التدخين ليه أول حاجة التدخين يضر بصحة الإنسان وبصحة المكلف ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة الإنسان اللي بيشرب التدخين سواء السجائر أو أنواع التدخين بأنواحها جسده يتأثر بهذه الأشياء يعني لما بيشرب الحاجات اللي هي فيها تدخين صحته بيصيبها المرض يبقى عنده ضعف في صحته يصاب ببعض الأمراض ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على هذا الجسد ربنا أمرنا أن نحافظ على الجسد فالإنسان لما بيدخن بيبقى بيفرط في صحته وبيفرط في جسده فعشان كده ربنا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هي أي طيبات؟ الطيبات باختصار شديد جدا كل ما فيه نفع للإنسان الطيبات أي حاجة فيها نفع لجسد الإنسان ده من الطيبات ده مباح ربنا أحل سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث أي أمر فيه ضرر للجسد فيه ضرر للإنسان ده من المحرمات طيب السؤال هنا هو التدخين من الطيبات ولا من الخبائث الجواب أنه من الخبائث يبقى حرام شرعا طيب ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول يعني ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وتعالي كده شوفي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال الفقهاء هكذا يقولون يعني أنا لو عملت حاجة هيترتب عليها ضرر أصبح هذا الأمر حرام الطب الحديث أثبت أن التدخين يؤدي إلى أضرار لا حصر له فلماذا يعني الشباب أو المدخنين يصرون على هذا ويضرون بأجسادهم فالتدخين حرام لأنه باختصار شديد يضر بصحة الإنسان طيب ليه في البداية اختلف الفقهاء أن التدخين حرام أقره بالإجماع أن هو حلال وجائز بعد كده أقره بعد كده أن هو حرام طيب في بداية ظهور التدخين اختلف الفقهاء في حكمه هل الحرمة أو الكراها تحريمية أو الحرمة مطلقا أنه حرام لأن ساعتها التدخين اللي كان بيستخدم في بداية الظهور هو مش نفس التدخين اللي بيستخدم الآن يعني إيه شيخ محمد هقول لحضرتك يعني كان ساعتها بيستخدموا بعض الأوراق من بعض الأشجار يعني بيجيبوا بعض ورق كده من بعض الشجر ويستخدموا بطريقة معينة بدون ما يضيف عليه مواد تمام فكانوا بيستخدمها في التدخين في بدايته كان الضرر على هذه الصورة غير محقق طيب دلوقتي هل التدخين في الوقت الحالي بنفس الطريقة اللي كانت بتحصل زمان طبعا لا دلوقتي التدخين بيضاف إليه مواد المواد دي قد تؤدي إلى السرطان وما إلى ذلك علما بأن حتى في بداية الظهور العلماء بعضهم قال بحرمته يعني ما كانش كل العلماء الموجودين بيقولوا أنه هو مكروه أو مباح لا ده كان فريقين فريق بيقول بعدم الحرمة أو بالكراهة التحريمية والفريق الثاني بيقول بالحرمة ليه عشان فيه ضرر وفيه فطور بيصيب الإنسان فقالوا بيحرمه طيب الفتوى دلوقتي على إيه الفتوى دلوقتي استقرت على أن التدخين حرام شرعا يعني ما ينفعش أشرب يا مولانا سجاير آه ما ينفعش تشرب سجاير ليه؟ لأنها بتضر صحتك ليه؟ علشان أنت لما صحتك هيصبها هذا الضرر حضراتك مش هتقدر تؤدي المطلوب منك سواء في العمل أو في العبادة أو في أي مكان جميل طيب مجالسة المدخن هل إثم على اللقاعد مع المدخن؟ وأنا أتصرف إزاي؟ أنصحه ولا أوم ولا أكمل عشان أنا عندي مصلحة ولازم الموضوع ده يخلص يعني رأي حضرتك ورأي الدين دكتور شيخ محمد طبعا إحنا في المجتمعات اللي إحنا عايشين فيها مش كل الناس ما بتدخنش يعني فيه ناس بتدخن من الأصدقاءنا فيه معانا فيه المنزل ربما يكون بعض الأسرة بعض من الناس بيدخن طيب أنا أعمل إيه السؤال بتاع حضرتك أنا دلوقتي أقعد في مكان فيه ناس بتدخن أعمل إيه؟ أول حاجة أقول لحضرتك عليها أنت لازم تحافظ على صحتك لو كان التدخين ده السلبي اللي هيجي على حضرتك الدخان ده هيؤثر على صحتك حاول يعني بقدر الإمكان تبتعي بقى فيه مسافة آمنة بينك وبين إيه اللي بدخن ليه؟ علشان لا تصاب بضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار طيب أنا أخدت الاحتراز وبيتبغيت شوية الأمر الثاني أنصحه أنصحه بس النصيحة تكون بإيه؟ لأن بعض الناس لما بيجي ينصح حد بيتخذ أسلوب فيه تنفير بمعنى اللي أنت بتعمله ده حرام ما ينفعش لا يجوش شرعا المستمع لما يسمع الكلام ده ربما يستمر على اللي هو بيعمله ولذلك ربنا يقول إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فأنت تتكلم معاه كده بكلام طيب تقولوا اللي بتعمله ده ما ينفعش أنت كده بتضر صحتك أنت كده ما بتحافش على الجسد اللي هو أمانة عند حضرتك فهو لما يسمع هذا الكلام هيبطل إن شاء الله رب العالمين طيب فيه فئة من المدخنين بيكون عايز وبيتمنى بشدة أن هو يقلع عن هذه العادة السيئة زي ما حضرتك وفضلتك يعني ذكرت في بداية الحلقة لكن خلاص هو يعني العادة دي تمكنت منه ومن جسده ومن جهازه العصبي فهل يبرر ليه لكل امرئ منوى ولا هو يحارب العادة دي ويقاوم أكتر ويكون عنده إرادة أكتر طبعا لازم يبقى عند الإنسان عزيمة عزيمة بمعنى إيه؟ هو لو مشي وراء العادات السيئة والتقاليد اللي يعني تؤدي بالضرر إلى الإنسان هيستمر فيها هيخسر صحته ويخسر جسده لا يبقى لازم تبقى عنده عزيمة العزيمة إيه يعني؟ يعني أنا لازم يبقى عندي قوة إرادية داخلية إننا أبطل التدخين لو هو أصبحت العزيمة موجودة عنده حيفكر ألف مرة قبل ما يشرب الدخان حيعمل إيه؟ هيستعين ببعض الأمور اللي هي تصرفه عن التدخين يعني على سبيل المثال هو جيد الوقت عاوز يشرب حاجة من الحاجات اللي تعود عليها ممكن يقوم يتوضى يصلي ركعتين فيربنا يصرفه عن هذا الأمر ممكن يقوم يقرأ القرآن الكريم ممكن يقوم يمشي في الشارع ممكن يذهب للنادي يروح النادي المهم يتحرك من المكان اللي هو فيه فالعزيمة هتخليه يبتعد عن المخدرات أو عن الأشياء التي حرمها الله اللي هي بتضر الجسد طيب يعني في سؤال مهم جدا وهو التدخين ومزانية الأسرة دايما بتحصل خلافات بين الزوج وزوجته بسبب أن هو بيستقطع جزء كبير جدا من مزانية البيت وبيصرفها على التدخين طبعا لأنه دلوقتي حضرتك هو يعني أغلب المدخنين تقريبا يعني بياخد جزء مش قليل من الراتب بتاعه يعني قد يصل إلى التمن أو الربع على حسب بقى إيه هو هيشرب قد إيه في اليوم ده بيؤثر على اقتصاد المنزل واقتصاد الدولة واقتصاد البيت كله بيؤثر حتى على إطعام أولاده وزوجته يعني حضرتك مثلا لو ضربنا مثال أقل علبة سجير دلوقتي هتطلع بكام مثلا هنقول مثلا 30 جنيه هنقول إن الشخص هيشرب علبة كل يومين يعني محتاج كم علبة 15 علبة في الشهر هتحسب الخمستاشر في 30 هيدولك رقم 450 هتضربيهم في السنة هتطلع لك 5000 ونص الرقم ده هيؤثر على اقتصاد البيت آه هيؤثر على اقتصاد البيت وربما علشان هو يروح يشتري السجائر أو التدخين يقصر في النفق اللي واجب على أولاده يعني ما يوديش أولاده مثلا للمدرسة أو ما يقدرش يشتري الكتب بتاعة المدرسة أو ما يقدرش يجيب ملابس كويسة تليق بالمستوى بتاع أولاده كل ده بيؤثر آه بيؤثر طيب حضرتك اللي انت بتعمله ده صح لا غلط ليه لأن ربنا سبحانكم وتعالى وضع هذا المال أمانة عند حضرتك وهتسأل عنه يوم القيامة فلازم لما تتسئل يوم القيامة ربنا هيقول لك المال ده حضرتك أنفقته في إيه في حاجة طيبة ولا في حاجة خبيثة طبعا حاجة خبيثة يبقى حرق جميل طيب دور الزوجة تنصحوا يعني دورها إيه ودور الأولاد لأن كمان أوقات الأب بيطلب من أبنائه أن هم يروح يشتروا الدخان أو السجاير فهم يتصرفوا ازاي في الوضع ده بدون أي إعاقة طبعا لكلمة الأب المسموع عشان بس الأمور تكون واضحة ومفهومة طبعا النصيحة مطلوبة من كل أحد يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أدينوا النصيحة النصيحة دي مطلوبة من كل أحد لو أنا شفت زوجتي بتعمل حاجة مش كويسة أو ابني بيعمل حاجة مش كويسة هنصحوا النصيحة من الزوجة يعني من الأمور المحببة إلى قلب الزوج لو هي اتخذت الأسباب التي يعني توصلها إلى المراد طبعا الزوجة لو شافت زوجها بيدخن تقعد تتكلم معها كده بس ايه ما تكلموش قدام الأولاد يعني دي من الحاجات اللي بتخلي المشكلة تكبر ودي نقطة مهمة جدا في الخصوصية اه يعني ايه يعني في غرفة النوم الخاصة أو الأولاد يكونوا في المدرسة الأولاد يكونوا في النادي أو تطلع حياة وزوجها يكونوا في النادي في أي مكان وتقعد تتكلم معها انت مش ملاحظ حضرتك ان التدخين مأثر على صحتك ده انت كنت بتطلع السلم كذا انت صحتك كانت أحلى قبل ما تدخن دلوقتي صحتك بتادي تنزل في النازل فهتكلموا بهذه اللغة يعني وهذه الكلمات اللي هتحسسوا ان هي خايفة على صحته هي عاوزها يبقى في أفضل صورة قطعاً هيستجيب قطعاً هيستجيب طب ده دور الزوجة الأولاد يعملوا ايه الولد ممكن يقول انا مش هقدر يا مولانا اكلم والدي كده وجه اللي وجه وقول له اه التدخين حرام لا انت ممكن تعمل حركة اللي هي ايه استخدام المثال يعني يقعد كده اقول له يا بابا دلوقتي انا سمعت الشيخ في المسجد سمعت الشيخ في قناة كان في درس في مسجد المدرس عندنا كان بيقول كذا بيقول ان التدخين اضرار واحد اثنين تلات اربعة هو ايه رأي حضرتك يا بابا في الكلام ده فيبتدي الوالد ايه ينتبه ليه هو مش عاوز ابنه كل المدخنين كده على فكرة هو مش عاوز ابنه يدخن زيه هو مش عاوز ابنه يستمر في هذه العادة السيئة فلما هياخد باله ان ابنه بيقوله اللي انت بتعمله ده غلط هيبتدي يفكر الف مرة قبل ما يدخل طيب شيخ محمد هل كل ما يضر الجسد او الجسم محرم طبعا اي حاجة فيها ضرر واحنا الاية اللي بدأنا بيها ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس اي حاجة فيها ضرر على جسد الانسان حرام شرعا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الشيخ البجرمي يعني يقول كل ما يضر البدن فهو حرام الشيخ البجرمي ده عالم من علماء الشافعية الكبار ومن مشايخ الازهر الشريف فهو بيقول كل حاجة هتؤدي الى ضرر هذا الجسد فهو حرام ليه يا مولانا قال عشان الجسد ده امانه عند حضرتك واتسأل عنه يوم القيامة فربنا يسألك يبقى لازم تحافظ عليه ولذلك سلنا نبي صلى الله عليه وسلم يقولي المؤمن القوي احب عند الله من المؤمن الضعيف القوة هنا مش المقصود بها القوة في البدن فقط لا القوة في كل حاجة القوة في العقل القوة في البدن القوة في عدم حتى التدخين يبقى عندي ارادة قوية اننا مدخنش جميل اسمح لنا يا شيخ محمد نستقبل مكالمات مشاهدينا ونقول الو 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 شايماء ازايك اهلا بيكي اه الحمد لله انت عامل ايه الحمد لله تفضلي يا فن لو سمعتوا كنت عاوزة افتصر يعني من الشيخ كنت عاوزة اتقلوا سؤال يعني عاوزة اخد رأيه فيه تفضلي هوا معايك على الهواء بس نوطي تلفزيون بعد اذنك ماشي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام لو سمحت انا جوزي مخاصمني يعني مقاطعني نهائي ورحتدلو كزا مرة علشان مفرحني عاوزني ان انا اقاطع اهلي علشان ربما معايا كويس وهو بيشتم كتير وانا مش عارف اعمل ايه طب عايزك تقطع اهلك ليه شايمال هو بطبيعته بيحب يكوني يعني اه لا ما بيحبش ماذا لو انا اهلي مثلا عندهم مشكلة ما بيحبش ان اتلم فيها ان انا مثلا ادخل ادخلهم في اي حاجة مش عاوزني مثلا ان انا اطلع من البيت نهائي ان انا اروح اي مكان معاهم اروح عندهم طيب سؤالي وكده سؤال حضرتك حضر شيخ محمد هيرضع عليكي بالتأكيد معينا كمان حسام من الغربية الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واهلا بحضرتك تحياتي لحضرتك استاذ زينب وتحياتي للشيخ الجليل والشيخ الأجلاء اللي بيجوا على القناة الفضلة شكرا لكي استاذ حسام اتفضل يا فندي كان عندي ثلاثة سؤالات اتفضل انا افضل السؤال الاول بالنسبة للاضحية هل يلزم قص الأذافر والشعر للأسرة كلها اللي حضحي كلها ولا العائل الأسرة فقط لغير يعني الأطفال وكده ولا العائل الأسرة فقط ده السؤال الاول السؤال التاني كان فيه صديق لي كان حلف على حاجة والحسان ده ما تمش يعني حلف على حاجة معينة والحسان ده ما تمش هل يلزم فيهما ثلاثة أيام السؤال التالت هل رسولنا الكريم عليها في الصلاة والسلام كان بيلبس الخاتم في اليد الشمال والفي اليد اليمين وشكرا لكي شكرا لكي استاذ حسام وهنرد شيخ محمد على أسئلة مشاهدينا وساشا يماء جزهة مخاصمها وعايزها تقاطع أهلها غير طبعا الشتائم والألفاظ البديئة حضرتك تقولها إيه طبعا يا أستاذة شيماء خصام الزوج لزوجته أو عدم بالكلام يعني هو ما يكلمش زوجته وهي بتقول إنها بتروح له أكثر من مرة وهو مش عاوز يسمع منها طبعا هي رسالة للزوج اللي حضرتك بتعمله ده مش صح ليه لأن ربنا سبحانكم وتعالى أمر الزوج أن يحسن في المعاملة إلى زوجته سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله إيه بل خير يا فين إن انت تبقى كويس مع مراتك إن انت تبقى كويس في كل كلمة بتخرج من لسانك الأستاذة شيماء بتقول إن زوجها عاوزها تقاطع أهلها طبعا يعني صلة الرحم ربنا أمر كل واحد مننا أن يصل الرحم فما ينفعش الزوج يقول لها ما تروحش لولدتك ما تروحش لأختك ما تروحش لولدك ده أمر غير جائز في الشر ليه لأن دولة صلة ترحم ليها ما ينفعش حضرتك تقول لها ما تذهبش إليه كمان بتقول إن الزوج بيسبه أو بيتلفز ببعض الكلمات اللي هي يعني فيها خروج عن الهدي النبوي الهدي النبوي طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سباب المسلم فسوق يعني بمجرد الكلمة ما تخرج من اللسان حضرتك هتأسم شرعا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني في الإحسان زي ما حضرتك عاوز مراتك تكلمك كويس وإنها ما تمنعكش إنك تروح تزور أهلك أو ولدك أو ولدتك نفس الآية ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف فليه حضرتك بتعمل كده اللي أنت بتعمله ده مش صح طب هي تعمل إيه هي تكلمه بالحسنة ويتحاول تصل إلى نتيجة علشان البيت يستقر والأسرة تبقى إيه في أمان وسلام معنا أستاذ ناهد من الجيزة ألو أهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك لو سمحت أهلا ressent أهلا بك إزاي حضرتك إزاي الشيخ يا شايماء على التلفون شايماء انت معانا على الهواء أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بيك تفضلي أيو أيو معاك نوطي التلفزيون يا شايماء بعد إذنك أنا عندي أكتة حليمة وفت يعني لو سمحت أنا عندي أكتة متوفية حليمة متوفية بس هي قبل ما تتوفي هي كان عندها تعب وحش يعني في دمخها وكده وإحنا ما كناش ما كناش نعرف يعني فإحنا هي كان باختلافات بين جزءها وكده وكان لما معرفها أنها تعبان مكشفات بيقوم بشغل البيت وكده فكان بيضرفها ويعمل المهم إيه جاءت عندي أهلي فإحنا كنا ودناها الدخول في قال حالة نفسية ما عرفش التعب اللي عندها فالمهم إحنا كنا أيب يعني بمجنزعة قولها أم يعمل الحاجة بي أم شافيته فوق النفس سؤال حضرتك إيه يا شايمي أنا سؤال دلوقتي إحنا لما كنا بنزعا أقولها عشان خاطر تفوق لنفسها وكده وعشان خاطر يعني إيه هو كان حرمها من أولادها يعني وكده فهي كنا بنحسبها أن هي بعلانة عشانه وعشان عيالها وعايزة رواح بتها وكده وهو مش مستحمل فأنا السؤال دلوقتي إخنا لما كنا بنزعا أقولها وكده وإحنا ما كناش نعرفه اللي بيها بس عرفنا قبل ما سموت يعني بمدة شهر أن هي تعبونها في دمخها عندها المرض وحش في دمخها وتعبت وجال الدكتور قال عندها عملية وعملت العملية يعني أنتو أنت حاسة بالذنب من المعاملة اللي مش كويسة اللي أنت عملت فإحنا دلوقتي أيوة إحنا دلوقتي كلنا حاسين بالذنب بالمعاملة اللي كنا بنعملها ونفكرينها أن هي زعلانة عشان خاطر مع محرومة من عيالها ونجسها بعملتها وكده فإحنا دلوقتي أنا لو في يوم مثلا قلت لها أنت فوق النفسك أنت بتعمل وكناش نعرفه اللي بيها فإنا دلوقتي دومين عمالي يقنبني اللي كنا بنقوله لها ونكون بنعملوا فيها بس والله والله من غير قصد يعني أن احنا كنا بنقوله لها كده احنا كنا بنفكرينها عشان جوتها حرمها من أولادها وعشان خاطر أن هي محرومة من بيتها وأولادها ومش هفيتهمش اللي مدت سنتين ونصف سؤال حضرتك وصل يا شيماية بشكورك جدا من الشيخ محمد كمال اللي هيرد على حضرتك معينا يا فاطمة من القاهرة قالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ فاطمة تفضلي بقولك أنا كنت في عمرة وكنت بسعي فلقيت العشرة عدم والنفس سلط وأنا كنت ما صليتش غير بعد مخلص عليها هيا عذر ولا هيا حتى يعني أنت كنت في عمرة؟ أنا كنت في عمرة يعني كنت في السعي فالعشرة عدم وهم إنما نلقيت أن ماjانشلط وانا ماصلتش معهم يعني مثلا شن أول مرة ما قدش عافية حاضر شكر لك يا أستاذ فاطم تمام هنرد على أسئلة حضرتكو حالا دلوقتي طيب نروح لأستاذ حسام شاك محمد تمام الأستاذ حسام بيسأل بيقول الأضحية هل يجب أو يسن أن المضحي فقط هو اللي ما ياخدش من الأظافر بتاعته ومن شعره ولا الأسرة يعني الزوجة والأولاد يا أستاذ حسام الأضحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إبا الأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام ده إيه يعني حضرك لو عملتها هتاخد السواب بخصوص بقى أصل عدم قص الأظافر والشعر هذا الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب يعني إيه معنى الكلام ده يعني لو واحد حيضحي يستحب أنه لا يأخذ من أظافر يديه أو رجليه ولا يأخذ من شعره مين اللي يعمل ده؟ مين المستحب أنه يعمل كه؟ صاحب الأضحية اللي هو مثلا الزوج طب زوجته لو أخذت من أظافرها عليها شيء أبدا أولاده ما عليهم شيء يؤثر في الأضحية يا مولانا أبدا الأضحية صحيحة طيب يا مولانا لو الزوج نفسه اللي هو هيدبح الأضحية عمل كده وأخذ من الأضافر بتاعته أو من شعره بعد دخول بداية شهر زي الحجة هل ده يؤثر في الأضحية؟ وهل الأضحية صحيحة؟ آه الأضحية صحيحة ولا يؤثر ذلك فيه في الأضحية ويكون لك الثواب كامل إن شاء الله تعالى طيب صاحبه حلف على حاجة ومنفس الحلفين بتاعه؟ طيب هو صاحبه لو كان أقسم يعني وقال والله العظيم ما هعمل كذا وما عملش الحاجة دي في الحالة دي عليه كفارة يمين يعني هو قال والله أنا ما هروح المكان الفلاني وبعد فترة يعني قالوا زرف طارق حصل أمر ما قالوا شغل واضطر إنه هو يروح هذا المكان يعمل يروح المكان ما لم يكن هذا الأمر فيه معصية يعني يروح المكان وعليه أن يطعم عشر مساكين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا ذلك إنه هو يطعم عشر مساكين طيب بعد ما يطعم عشر مساكين هل عليه اسم؟ ما عليهش اسم طيب يا مولانا أنا مش قادر أطعم عشر مساكين هعمل إيه؟ تصوم تلات أيام طيب لو أنا صمت تلات أيام يا مولانا هل يجب أني أصوم تلات أيام يعني ورى بعض سبت أحد اثنين وهكذا ولا ممكن أصوم خميس واثنين وخميس وهكذا لا لا يجب التتابع صوم أي يوم من الأيام المهمة تصوم إيه؟ تلات أيام كمان في حاجة ده ممكن يقول طيب هو أنا أطلع الفلوس بتاعة الكفارة والصيام قبل ما أعمل الحاجة ولا بعد ما أعملها سواء طلعتها أو صمت قبل ما تعمل الحاجة أو بعد ما تعمل الحاجة الاثنين إيه؟ جائزين ولا حرج فيهم آخر جزء في سؤال والخاتم بقى سيدنا محمد كان بيلبس الخاتم في إيد اليمين طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القدوة الصالحة للتعامل لأننا نأخذ سيدنا النبي ده قدوة لنا سيدنا النبي هذه الأمور من العادات يعني إيه من العادات؟ يعني حضرتك لو لبست الخاتم في اليمين أو في اليسار ده صحيح وهذا صحيح لا يؤثر طيب أنا عاوز أصل يعني بعض الناس يقول لك أنا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز أختدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاختداء إنك تفعل ما فعله رسول الله لكن لو لبست الخاتم في اليمين أو في اليسار ده جائز ولا حرج فيه الشيخ محمد كمال اسمح لنا نخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل معه داراتكم مرة تانية رجعنا مع حضرتكم مرة تانية ولست مكملين في فتاة والناس عن أضرار التدخين موضوع حلقتنا النهاردة ولست كمان في انتظار اتصالات واستفسارات حضرتكم على الهواء مباشرة قبل ما الشيخ محمد كمان يكمل فيه إجابة أسئلة حضرتكم معانا على تليفون محمد من الجيزة ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بك أسئلة محمد الحمد لله تفضل طبعا يا فندا وتفضل حضرتك شغال في محمد وبشتغل من الساعة 2 بالليل لغاية الساعة 10 صبح فبتفضني صلاة الفجر تمام سمعين حضرتك أسئلة محمد تفضل صلاة الفجر وما بقدرش خلاص ومفيش حد يشتغل مكاني فلما برجع البيت حضرتك بصليها على ساعة 10 صبح هل ده جائز ولا لا حاضر يا أستاذ محمد معانا أساز أحمد منسو هاجأ له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بك يا فندا متفضل مرحب بك يا فضيل الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك حاضرتك انتشار ظاهرة الكلاب في الكرة في الصعيدة فنم في الشكل فضيع يا فنم بعض الناس بترب الكلاب في البيوت والكلاب دي بتقازي الناس ولخصوصا للأطفال اللي هي رايحة المداز وراحة مجاوية وحضرتك الكلاب بتتبول وتتبرز في الشوارع تحدثنا حضرتك نصيحة من حضرتك للناس اللي بترب الكلاب دي والغلب اللي بتعمل شكرا شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد طيب شيخ محمد نرجع بقى لأسئلة أستاذة ناهد من الجيزة الحسنة اللي بتطلعها للميت هو الأستاذة ناهد بتقول إنها بتعمل حسنة أو عمل صالح وبتقول أنا بهب يعني بتقول إن مثلا هطلع صدقة أو هعتمره هقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لفلانة أو لفلان فده صحيح حلال ولا حرام يا أستاذة ناهد جميع أفعال الخير اللي احنا بنقوم بيها في الحياة يصل ثوابها للميت يعني أي حاجة حضرتك تعمليها في الدنيا من قراءة قرآن صدقة ذكر دعاء استغفار تصدق اعتمار حج كل ده بيصل ثوابه للميت طيب هي بتقول وينفع أعمل درسنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه ينفع ده ويكون لك الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى طيب شيماء أختها والمعاملة السيئة وهي حسب تأنيب ضمير وزم لأنها توفت وكان عندها كينسر في المخ طيب يا أستاذة شيماء أولا يعني البقاء لله فيها وربنا يرحمها ويتقبلها في الصالحين ويعني من باب التصبير بس والصبر أي حد بيصيب مرض في الدنيا وينتقل ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنه ويرفع درجته يوم القيامة فهي ربنا يعني أرحم بها من أمها فهي بتقول إن هم كانوا بيعملوها معاملة فيها رفع للصوت شوية ليه؟ علشان بينصحوها تعامل أولادها كويس تعامل زوجها كويس وما إلى ذلك وما كانوش يعرفوا إنها مريضة إن عندها هذا المرض فقبل ما تتوفى بشهرين عرفوا إنها مريضة فهي بتأنيب نفسها دلوقت إحنا بنقول لها ما عليك إش اسم لا شيء عليك إنت ما كنتش تعرف إنها مريضة لما كنت بتعملي كده واللي كنت بتعمليه كنت بتعمليه عشان تنصحيها عشان أولادها وعشان زوجها فحضرتك ما عليك إش اسم طب تعملي إيه طالما أنت لسه يعني إيه مقلقة شوية اذكروا ربنا كتير صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي اعملي عمل خير لها يصل لها الثواب ويكون لك الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى معينا حنين على التليفون ألو ألو أستاذ حنين أهلا بيك تفضلي إزاي حضرتك عمي الحمد لله الحمد لله تفضلي لو سمحت يا شيخا معايز أسأل هالعميل الحوايجي بترقيقها حرام والحديث بتاع النبي عليه الصوت والتنمي شكرا لك يا أستاذة حنين حضر نرجع لشيماء عفوا نرجع لفاطمة وبتتكلم معنا السعي في الحرم وفاتتها العيشة بس ملحقتها فهي عليها الزم في الموضوع ده ولا لا طيب يا أستاذة فاطمة طالما حضرتك كنت مشغولة بالسعي بين الصفة والمروة وبعد الانتهاء من السعي حضرتك وروح تصليت صلاة العيشة سواء جماعة أو صليتها لوحدك فلا اسم عليك طالما قديت السعي عليك وبعد كده صليت صلاة العيشة فده جائز المهم يا أستاذة فاطمة أن حضرتك ما تكونش تركت الصلاة أصلا لكن طالما حضرتك صليت الفرض بعد ذلك فلا اسم عليك ولا يؤثر ذلك في الحج ولا في العمرة أستاذ محمد بيتفوتوا صلاة الفجر ودي فيه وظائف بقى كتير يا شيخ محمد ما بنلحقش فيها صلاة الفجر وهو ما فيش غيره في المخبز وبرضه ما فيش غير حد تاني في مكان تاني وهكذا هو لما بيروح بيصلي بس للأسف صلاة الفجر بتكون فيتاة هل عليه اسم أو زنبي في الموضوع ده؟ يا أستاذ محمد صلاة الفجر خاصة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله اللي صلى الصبح في جماعة هو في رعاية الله في كنف الله يعني في حفظ الله ربنا بيحفظه طول اليوم صلاة الفجر خاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها اللي هما راكتين بتوع السنة اللي حضرك بتصليهم قبل صلاة الفريضة فلما تكون صلاة بهذه الأهمية والسنة بتاعتها خير من الدنيا وما فيها يبا سيدنا النبي عاوز منينا يرغبنا في المحافظة على صلاة الفن طيب حضرك بتقول أنك تشتغل من الساعة 2 في فورم لحد الساعة 10 الصبح حاول يا أستاذ محمد أن حضرك تتوضأ وبمجرد ما تسمع الأزان صلي راكتين بسرعة يعني ما تقرأش آيات كتيرة صلي إن أعطيناك الكوسر صلي قل هو الله أحد اختف الصلاة بسرعة من وقت الأزان الحادث قبل طروع الشمس ده وقت الفجر طيب أنا حصلت ظرف وما قدرتش أصلي وخرج الوقت أعمليه بعد لما أخلص شغلي هروحي أصلي السنة وأصلي صلاة الفريضة ويبقى لي الثواب والأجر بس لازم تعمل يا أستاذ محمد حافظ على قدر الإمكان على صلاة الفجر في وقتها طيب معينا أستاذ عبير من أسيوت ألو ألو أستاذ عبير أهلا بيك تفضل يا فند سمع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا عزة أسأل الشيخ على حاج هو معيك على الهوى تفضلي نوط التلفزيون يا أستاذ عبير بعد إذنك حاضر حاضر أنا وطاهم أنا عزة أسأل الشيخ أنا عندي بيت سياني إيه على وشي جواس كده ومعي جرشان عزة أحطهم في البن هل حرام ولا حلال في سؤال تاني لا هو كده بس معينا أستاذ أحمد من القاهرة ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد أهلا بحضرتك إزاي حضرتك يا فند الحمد لله كل لعم وحضراتكم بخير وحضرتك طيب والله أنا عندي سؤال ملحق جدا يا فند يعني أنا أعمل في مجال السياحة ماشي وكمرشد سياحي علما بأن هذه المهنة تتلخص في شرح الأثار والتاريخ فأريد أن أعرف إذا ما كانت هذه المهنة فيها شبهة أم لا وإذا كانت حلال أم حرام وهكذا لأننا نتحرى الحلال والحرام في معيشاتنا يعني كي يرضى الله عننا وأن نطعم من حلال وأن يستجاب دعانا فأريد أن تضيلة الشيخ أن يجيب على هذا السؤال إجابة شافية كافية وفية وأشكر حسن استماع حضراتكم وسعى صدركم وكل عم وحراتكم بخير شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد حضر يعني الشيخ محمد كمال هيرد على حضرتك وإن شاء الله الإجابة تبقى واضحة بالنسبة لك طيب نروح لي أستاذ أحمد من سهاج بيشتكي من الناس اللي بتربي كلاب واللي ممكن تأذي جرانها هو يتصرف إزاي وتعامل إزاي مع الموضوع ده يا أستاذ أحمد الناس اللي هي بيتسبب الضرر للناس اللي بتغيش معاها يأسموا شرعا يعني بمعنى هي يعني هما بيجيبوا الكلاب دي يربوها والتربية دي يترتب عليها مثلا إن الكلب يعتدي على طفل مار في الشارع إن الكلب يؤذي الجيران كل ده غير جائز شرعا نقول لهم كده اللي انتو بتعملوه حرام شرعا ليه حرام شرعا لأن ده فيه إيذاء وفيه ضرر للناس اللي عيش معاك في نفس المكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار القاعدة الفقهية تقول الضرر يزال يعني تعمل إيه عشان تزيل هذا الضرر بلغ يا أستاذ أحمد الجهات المختصة في دلوقتي جهات مختصة بتقوم بحل هذه الأمور يعني حضرتك شوف الجهة في المكان اللي حضرك فيه وحضرك بتقول إنك من سهاج بلغهم يا جماعة أنا في المنطقة الفلانية فيه كلاب ضالة بتعتدي على المارة بتعتدي على الأطفال هيحصل تدخل من نيهم وتتحل المشكلة بكل سهولة طيب أستاذها حنين كان بتسأل على عمل الحواجب أو تسويتها أو ترقيقها هل هي حرام ولا لا الأستاذها حنين يعني ذكرت حديثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنى الله النمصة والمتنمصة فبتقول يعني طيب أنا الحديث موجودة هو أعمل إيه يعني ينفع أتزين لزوجي وأزيل بعض الشعر اللي هو بيخلي منظر للمرأة قدام زوجها مش كويس يا أستاذة حنين يجوز للمرأة المتزوجة إنها تزيل هذا الشعر اللي هو يعني بيجعل الصورة غير جميلة أمام الزوج طيب أفهم حديث النبي إزاي يا مولانا لعنى الله النمصة والمتنمصة لما نحشيل الحاجات دي حديث النبي العلماء لما تعرضوا له قالوا إن نهي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الممنوعة من التزين اللي هي المرأة اللي ما يفعش تتزين من هي المرأة اللي ما يفعش تتزين المرأة المعتدة واحدة ما تزوجها ينفع تتروح تتزين أبدا ده يخالف إيه العدة لأن العدة فيها تفجع على الزوج فقالوا إن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعنا الله كنا نمصة المتنمصة الحديث رايح للمرأة الممنوعة أصلا من استخدام الزينة مش للعموم من النساء أو البنات لا أو المرأة اللي بتعمل ده بقصد إنها يعني تفتن الناس وده مش موجود لا تفتن النظر لا يعني هي أصدى إنها تعمل مشكلة لكن واحدة بتتزين لزوجها بتتجمل لزوجها ده ربنا أمرها أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها صرت يعني أدخلت الفرح والسرور على قلبه طب هو لما يبصف وشها ويشوف بعض الشعرات كده موجودة وما تزلتش ده مش هيؤدي إلى المواد والرحمة يبا حضرتك أي أمر فيه تجمل للزوجة لزوجها ده حلال ولا حرج فيه والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءت إليها امرأة كده وقالت لها أنا حشيل بعض الشعر كده أتزين به لزوجي ما قلت لها إليها حرام قلت لها فعالي ده وهي قدر الناس بحديث سيدنا النبي اللي هو إيه لعنى الله كنامصة والمتنمصة لكن هي فهم الحديث على إيه المعنى الصحيح اللي هو إيه المرأة الممنوعة من الزينة ففعالي ولا حرج عليك بل وتوثابين على ذلك إذا كان للزوج جميل معنا أسماء من المني ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بيك يا أستاذ أسماء تفضلي لو سمحتنا كان حصل معي زي احتلام كده في رمضان حصل إيه يا فندم؟ كنت احتلامت في رمضان واكتفت بالوضوء ما اختفعت فيش هل قيام صحيح ولا علي القضاعم الكفارة شكرا لحضرتك يا أستاذ أسماء معنا أستاذ أحمد من الأليوبية ألو وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من عند الله ملقاء التقدير والاحترام لحضرتكم وفريق العمل والأستاذ الدكتور دايف حضرتكم فضيلة الشيخ المفتي بالديار اتفضل يا فندم بعد يأذن حضرتك مع حضرتكم أحمد عروج من غرب شبرة الخيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالك ابني ليسيني بالجار حتى ظننته أنه سيورلسهم حضرتك بسأل فضيلة الشيخ على تفسير موضح لهذا الحديث وحق الجار على جاره في ضوء شرع الله عز وجل وسنة نبيانا الحبيب شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد على مشاركتك معينا طيب نروح لي أستاذ عبير من أسود عاوزك جاوز بنتها ومعاه شوية فلوس وعايزة تحطوه في البنك وبتسأل على حرمانية اللي هي تسيب الفلوس في البنك يا أستاذ عبير حط فلوسك في البنك والفلوس حلال مش حرام إنك تحط الفلوس في البنك وتاخذ الأرباح بتاعتها ده جائز الفتوى عندنا في طريفة المصرية إن وضع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه حلال مش حرام يعني يا مولانا ده مش الربا اللي ربنا حرمه وحل الله كل بيع وحرم الربا لا مش الربا اللي ربنا حرمه وخلي بال حضرتك أو أستاذ عبير ما فيش حد في الدنيا كلها هيقدر يقول إن الربا حلال ليه؟ لأن ربنا اللي حرمه فأذنوا بحرب من الله ورسله الربا اللي يقول إنه حرام بيحارب ربنا طيب المعاملة اللي في البنك اللي احنا بنحط فلوس وناخد عليها أرباح هل هي دي الربا؟ أبدا الفتوى عندنا في ضريفة المصرية أن وضع المال في البنك جائز ولا حرج فيه فحط فلوسك في البنك وخذ الأرباح وجوز البنات ولا اسم عليك أستاذ أحمد كان بيسأل فضلتك هو مرشد سياحي وبيسأل في شبهة في الموضوع ده ولا لا؟ الأستاذ أحمد بيسأل بيقول إنه شغال في السياحة وشغال مرشد سياحي وبيشرح الآثار والتاريخ للوفود اللي بتبقى معاه يا أستاذ أحمد أنا أعزي أعرف بس يعني أين يعني الأمر اللي خلاك تشك أن عملك حرام؟ ده حضرتك بتشتغل وبتشرح تاريخ أمم لأجيال عشان الناس تعرف وربنا أمرنا بدا يعني حضرتك شغلك حلال وما فيش مشكلة لو حد قالك أن شغلك ده حرام ما تسمعش كلامه ليه؟ أنت بتشرح التاريخ ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قص علينا بعض القصص بتاعة الأمم السابقة صح؟ صح؟ طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر لنا بعض القصص في الأمم السابقة فكون إن حضرتك تشرح الآثار والتاريخ بتاع البلد وتظهر ده للعالمين فده جائز ولا حرج فيه وشغلك حلال يا أستاذ أحمد أستاذ أسماء كانت بتكلم عن بعض الحاجات اللي حصلت في رمضان وهل عليها اليوم ده ولا لا؟ يا أستاذ أسماء مجرد الاحتلام لا يبطل الصيام إن حضرتك حصل هذا الأمر ده لا يبطل الصيام ولكن حضرتك بتقولي إنك ما اغتسلتيش فهل عدم الاغتسال يجعل الصيام باطل أبدا؟ صيامك صحيح ولا اسمع ليك بس تعملي إيه؟ لازم تغتسلي علشان مش هينفع تصلي إلا حضرتك إيه؟ اغتسلتي لكن عدم الاغتسال مثلا اغتسلت بعد المغرب اغتسلت بعد العشاء ده يؤثر في صيام اليوم أبدا صيامك صحيح ولا حرج فيه أستاذ أحمد بيسأل رأي فضلتك فحق الجار على جاره أستاذ أحمد حضرتك بدأت الكلام بحديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يو سيد أحمد حق الجوار من الأمور التي يعني رغب فيها الشرع الشريف وسيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يكثر بالقول والفعل في الإحسان إلى الجار والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا ده من سيد النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الجار يا أستاذ أحمد ليس قاصرا على جاري المسلم لا أي جار ساكن جنب حضرتك مسلم غير مسلم أنت مطالب بالإحسان إليه طب إحنا جبنا الكلام ده من فين؟ جبنا الكلام ده حضرتك تعرف سيدنا عبد الله بن عمر من كبار الصحابة وأخذ من سيد النبي هذا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كان سيدنا عبد الله بن عمر يدبح شاء بيت بحشاء كده يتصدق بها على الفقراء والمساكين فيقول لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي ثلاث مرات يقول هذه الكلمة ليه؟ شان هو فهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار ليس قاصرا على المسلم فقط أو أخوي أو عمي بل الإحسان يشمل جميع الناس اللي سكن مع حضرتك طب أعمل ليه؟ كلم جارك كويس اسأل عليه لو مريض اتبع الجنازة بتاعته لا تؤذيه برفع الصوت لا تؤذيه بالكلام كل ده أمرك به الشرع ويكون لك الثواب والأجر من الله معانا أستاذ وليد من الجيزة ألو؟ السلام عليكم أستاذ وليد حضرتك معانا على الهواء أستاذا حضرتك أنت عايزة أسأل بس فضيلة الشيخ أنا ليه أصدقاء في العمل مسيحيين أحبابي يعني فهل أقدر في المناسبات الخاصة بيهم الظرف جبلهم قطر مقدسة خاصة بالدين المسيحي يقرأوا فيها عادي جدا ما فيهاش أي مشكلة؟ هدية يعني؟ هدية يا صندم بالظرف كده شكرا لحضرتك يا أستاذ وليد معانا مونة من القاهرة ألو؟ أستاذ مونة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيكي سمحت عايزة أسأل الشيخ عن أنا بالنسبة لي أم توفت وأنا ناد علي ساعة الغسل وكده عشان أخش معهم في الغسل وكده فأنا ما كنتش أعرف أنا أول مرة أخش في حد ميت ما كنتش أعرف أنه بتوضه قبل ما أخش الغسل وبيصله فأنا دخلت من غير ودوء ومن غير صلاة ولا حاجة فحكم الشرع يس كده حاضر يا أستاذ مونة والبقاء لله ربنا يصبر قلبك أستاذ وليد من الجيزة ورأيها الدين في الموضوع دي فأنا يا أستاذ وليد حضراك لو لسه سامر الحديث اللي احنا ذكرناه تعصدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفعل سيدنا عبد الله بن عمر وهو من كبار الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر ده كان أكثر الصحابة اختداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إيه؟ إنه هو كان بيشوف سيدنا النبي عمل إيه وبيعمل زيه لدرجة إنه كتب السير تذكر أنه لما كان بيمشي في طريق بيشوف سيدنا النبي ميشي فين عشان يمشي في نفس المكان اللي ميشي فيه سيدنا النبي سيدة عبد الله بن عمر نذكرك بهذا الأمر قال أهديتم لجارنا اليهودي فده من البر والإحسان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالبر والإحسان إلى جميع الناس وقولوا للناس حسنة ربنا لما قالوا وقولوا للناس حسنة ما قالش أولي المسلم ولا أولي المؤمن وإنما لجميع الناس فالإهداء بين المسلم وغير المسلم جائز ولا حرج فيه أستاذة مونة بقى يعني إزاي الواحد يعني يعمل حاجة بس هو ما يعرفش أن الحاجة دي منقوصة يعني في الغصة مثلا بتاع عمامتها وهي مش متوضية يا الأستاذة مونة معتقدة أن الواحد علشان يدخل على الميت أثناء التغسير والتكفين لازم يكون على طهارة يعني لازم يكون متوضي يا أستاذة مونة لا الأمر ليس كذلك مش شرط أن حضريك عشان تدخل المكان اللي بتتغسل فيه والدتك وربنا يرحمها سبحانه وتعالى يعني رحمة واسعة أنك تكون على طهارة أنك تكون متوضية لا مش شرط دخولك عليها وانت لسه متوضيتيش لا حرج فيه طب دا يا مولانا هيؤثر عليها هي ذاتها أبدا ولا يؤثر عليها لكن إمتى الوضوء؟ لما آجي أصلي على الميت يعني خلاص تغسلت وتم تكفينها وتجهزها وحنصلي عليها يبقى في الحالة دي لازم إيه أتوضى لكن الدخول لا شيء فيه ولا تأسمي شرعا شيخ محمد إحنا خلاص يعني الحلقة بتاعتنا بتخلص فبنستأذن من فضلتك تقول لنا أحكام النهاردة الخاصة بفتوى أضرار التدخين للي ملحقش يتابع حلقتنا من البداية ويقدر يسفيد من فضلتك في نهاية الحلقة بداية التدخين حرم شرعا ليه حرم شرعا؟ علشان بيضر الصحة الأمر الثاني رسالة للشباب اللي بيدخنوا اللي انت بتعمله ده بتوهين الجسد بتاعك الصحة بتاعتك ربنا أمرك إنك تحافظ على صحتك ربنا سبحانه وتعالى جعل الجسد ده أمان عند حضرتك ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا في الحديث إن الإنسان بيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما قبلاه فأنت هتتسئل يوم القيامة طيب التدخين ده من الطيبات ولا من الخبائس يعني هنضرب مثال لو حضرتك شفت واحد في الشارع واقف كده وجاب فلوس وولع فيها النار وبيتفرج عليها هتوصفه وتقول عليه إنسان مش طبيعي في حد بيحرق النعمة زي ما احنا بنقول كده في الأمثال أنت حضرك بتعمل كده حضرك بتجيب الفلوس بتاعت حضرتك وتحرقها وتولحها وتاخد إثم وذنب من الله سبحانه وتعالى وتبعد عن ربنا تعمل إيه؟ اذكر ربنا كتير صلي على سيدنا النبي كثيرا توب إلى الله وربنا إن شاء الله هيصرف عنك هذه العادة السيئة بشكر فضلتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدور الإفتاءة المصرية حضرتك نورتنا في هذه الحلقة الحقيقة واستمتعنا واستفدنا من كلام فضلتك بشكرك شكرا جزيلا بشكر حضرتك على حصن المتابعة إن شاء الله حلقة جديدة من فتاوى الناس يوم الحد القادم بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة